سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بكم في حلقة جديدة ومباشرة عنوان حلقة النهاردة هو طالبان الأمس في أفغانستان اليوم الحقيقة أنه منذ أسابيع قليلة إحنا بدنا نسمع عن صحوة جديدة لتنظيم طالبان الإرهابي وعودته للسيطرة على أجزاء في أفغانستان وطبعا ده كان مصاحبة لخطة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ويعني فوج العالم بسحب القوات بسرعة كبيرة جدا وفوج أيضا بسيطرة طالبان على العاصمة كابول وهروب الرئيس وأخبار تتلاحق على مدار الساعة كل يوم عندنا عدة أخبار متتالية ومتواصلة ويعني ومفاجأة بشكل كبير جدا الأمريكان بيقولوا إحنا ضربنا الجيش الجيش عزم يكون يقدر يقوم بحماية البلد وكان يجب أنهم يكونوا مستعدين إحنا عملنا قد كده وهكذا والجيش بقى عمل إيه؟ اختفى والرئيس مشي وطالبان دخلت يعني مش مهم بقى مين غلطان ومش مين غلطان ده شكل الموضوع على الساعة الجيش المفروض أنه مدرب خرج وسب مواقعه واسلاحه أمام الطالبان دي علامة مهمة ولازم نقف عندها لأنه في فهم لمن هم الطالبان أفغانستان سقطت مرة تانية مرة تانية في أيدي الطالبان بعد عشرين سنة من خروجهم من الساحة والصورة بشكل من الأشكال لكنهم لم يختفوا تماما لكن المرة دي بقى لما رجعوا وراجعين بقوة وراجعين بثقة وراجعين بإعداد ما إعداد ما هم أيضا راجعين بواجه آخر بواجه جديد قال يعني طلبان بواجه جديد بس مش تابسين بيدل ولا حاج هي هي نفس العمة والجلبية القصيرة والبنطلون واللبس الأفغاني المعروف ده لكن يعني ايه في وجه آخر لصورة تعاملهم مع الناس ومع ذلك ننتبهوا زي اللي عملوا الجيش هو برضو نفسه اللي عملوا الناس بمجرد سماع أصوات المدافع أو طلقات الرصاصة اللي حتى لو كانت على الهوى كده أو في الهوى في شينك إلا إنه المواطنين ارتعبوا فاكرين كان فيه فيديو كده الناس قاعدين بيصلوا وسمعوا صوت المدافع والقنابل من بعيد أوي ببقوش عارفين يكملوا الصلاة ولا يعودوا ولا يقوموا ولا إيه يعني رعب لإنهم عارفين مين اللي جاي عارف كده ما يقولك المسلمون قادمون هم طلبان قادمون عارف إنه جاي ومعاه سيف ومعاه يعني قمع ومعاه الشريعة ومعاه الشرع المليء بالشر اللي عاشوا الناس دي قبل كده يعني لمدة طويلة تحت إيد الطالبان بمجرد إنهم عارفوا المواطنين ترعبوا والقادة الجيش والجيش نفسه لإنهم عارفين هم بيواجهوا مين وإيه المستقبل أو مستقبل البلاد اللي حيكون تحت إيد وسلطان هؤلاء البلد حتقع مرة تانية في ظلمات الرجعية والعنف والإرهاب ولو إن طلبان بيحاولوا إنهم يظهروا إنهم حيكون مثلاً هناك نوع ما من الحرية وشيء ما من التغيير وإنهم هيقودوا بصورة أفضل وإنهم يعني هيدخلوا أطياف متعددة في الحكومة والكلام ده كله إلا إن برضو الناس عارفة في الآخر هيروحوا فين شغلتني بقى في الفترة دي يعني إحنا قادي الصورة اللي أنا عايزاكوا تاخدوا بالكوا منها الناس هربت لإنهم عارفين مين طلبان اللي عاشوا الظلم ده لكن بعض الأحاديث اللي كانت دايرة على السوشال ميديا وعلى البرامج وكده والأحاديث الخاصة كلها بتتكلم عن محاور غريبة شوي فعندك يعني عايزا أقولكم بعض المحاور اللي ركز عليها البعض وليه إحنا شوفنا الناس دي اللي عارفين الطلبان رد فعلهم كان إيه رد فعل العالم كان عندك مناصرين للطلبان لأن الطلبان انتصروا على الأمريكان مثلا دا في رأيهم هم كده انتصروا على الأمريكان أو لأن الإسلام من خلال الطلبان سيعلوا ولأن الصورة إن الإسلام هو اللي انتصر فكان فيه مناصرين لأن الإسلام ينتصر ويقولك إيه بقى يعني طب وإحنا ما نفرحش ليه لما يكون الإسلام ينتصر ويظهر ويعني عملوا اللي عملوه لكن هم مازالوا يمثلوا الإسلام والشرح ومن المناصرين ومن الفرحنين لنصرة الدين بالشكل دا كانوا ناس يختلفوا مع الطالبان يختلفوا حتى في العقيدة في طريقة الإيمان وعندهم مشاكل مع الطالبان ولكن يقفوا وينصروا زي مثلا الشيخ مصطفى البدري دا من من مؤسسين الدعوة السلفية في مصر دلوقتي عايش في تركيا أحد الناس يعني اشتغلوا في الجهاد ولو إنه لم يحارب على ما فهمت يعني ولكنه يعني سلفي جهادي دا فكره فلما حصل دا شفت له فيديو تقريبا ساعة فرحان بقى ويقول لك احنا فرحانين بنصرة الإسلام ويهلل ويكبر ويحث الناس على يحث الناس على منصرة إخواتهم الطلبان انصر أخيك ظالما أو مظلوما واللي اتصلوا بي بقى الناس العمالة الفرحة اللي مغرقاهم حتى ولو إنهم يختلفوا معاهم في تطبيق الإسلام يعني يعني الحقيقة طب انت مستفيد ايه يعني الطلبان انتصروا هناك في أفغانستان دا حيجيلك انت ازاي إلا اذا كنت عايز تعود وتنضم مرة أخرى للصفوف دي وتعملوا منظمات أخرى زي القعدة أو غيره أو غيره وتتعاونوا مع بعض زي مثلا في وقت ما القعدة وداعش اشتغلوا مع بعض وأول ما ابتدت داعش تظهر ويبقى لها قوة دا نفصل عن دا ودازع من دا وبقى كل واحد ليه سكته لأنه اللي عنده قوة يبتجي يعني ينفش ريشه ويكمل لوحده لكن في الأول وهما ضعاف يتلموا على بعض حتى لو أخوك دا ظالم في حاجة حتى ولو كان في تطبيق الدين شباب الإخوان مع اختلاف الطلبان مع الإخوان بشكل كبير أنا سمعت شباب الإخوان بيتكلموا على يعني وقادة الإخوان كمان بيتكلموا على الصفحات السوشال ميديا أو على مثلا حاجة زي الكلاب هاوس والتويتر والحاجات دي حتلاقوا أنه بيتكلموا على فرحتهم بانتصار الطلبان نجحوا كويس عقبالنا هل هؤلاء سينضموا إلى الطلبان في وقت من الأوقات فيه بقى نوع تاني شباب صغير جاهل جاهل لا يقال عنهم إلا أنهم إما جاهل بمين هم الطلبان لأنهم مثلا عنده عشرين سنة خمسة وعشرين سنة فما كانش على أيامه ما هو أساسا ما بيقراش جرايد ولا كتب ولا أي حاجة هو بس بيروح كده يسمع خطبة الجمعة ويقول أمين وخلاص فدول بقى كانت أصواتهم غريبة جدا لأ يقولك لأ الطلبان مش منظمة إرهابية ليه عملوا إيه يعني يعني إيه اللي عملوا الناس دول أنا النهاردة عايز أقول لكم الناس دي عملوا إيه أنت يعني يعني مثلا على على الكلاب هاوس كده كنت بسمع واحد بيتكلم باسمه أبو عبيدة يعني هؤون سمي نفسه أبو عبيدة واضح أن أبو عبيدة شاب صغير متأثر جدا بالفكر الدعيشي ومسأل أنت عارفين بقى يعني أبو عبيدة أبو بكر أبو مش عارف كل الأبوات بيبقوا عادة دخلين في ده ف يعني ده يخليني أقول أنه اللي لا يرى العمل الإرهابي إرهابي والفكر الإرهابي إرهابي هو نفسه إرهابي أو جاهل حافظ مش فاهم كل حاجة يعني لا يفقه ما يقول دول بيقولوا طالبان لم يكونوا إرهابين أنا بقى عايزة أذكركم ببعض المواقف اللي اللي تخليكم تعرفوا يعني إيه الإرهاب الطالباني وكانوا الناس عايشين إزاي في الموضوع ده لو سمحت يريد تحطيلي صورة الإعلان بتاع الحلقة الأول قبل صورة عايشة فعايزة أرجع تاني أوريكم الثلاث صور اللي أنا حطتهم دي التايم ما جزين في 2001 كانت بتقول دلوقتي الحجاب سيرفع عن نساء الطالبان لما أمريكا دخلت والنساء أفغانستان وكان فيه أمل وعلى فكرة كان فيه فرحة فسط البلد أنه ظلم وقهر وإجرام وإرهاب الطالبان ارتفع عن هؤلاء الناس والناس ابتدوا يشموا نفسهم شوية ولكنهم لم يختفوا تماما فألفين وواحد بيقول كده رفع الحجاب كده ده تايم ماجازين فيه أمل فيه رجاء أنه يحصل تغيير وأفغانستان تعود مرة أخرى بلد يعني يمكن أنها تعود بالعلم والثقافة وإلى حياة كريمة للناس اللي عايشين فيها فألفين وعشرة كانت صورة البنت دي عائشة الطالبان حكيلكوا حكايتها دلوقتي قطعوا مناخرها ودنها لأنها خلفت زوجها الفين وعشرة كانوا لسه موجودين من تحت لتحت وكان لسه قهرهم وإرهابهم بيحصل حتى بوسط الحرب اللي كانت موجودة بينهم وبين الأمريكان الفين واحد وعشرين نعود مرة أخرى بعودة الطالبان النساء في خطر النساء في خطر الفين واحد وعشرين نعود مرة أخرى إلى أنه الست تلبس البرقع تاني وتبقى شعرة وفهمة التهديد اللي جاي يعني يلاحقها شكله إيه خلينا نشوف بقى صورة عيشة قصة عيشة في 2010 عيشة بنت كان عندها 18 سنة جزها كان بيعذبها فهربت منه مش عايزة تعيش معها طلبت الطلق حاجة زي كده فوراحت بيت أهلها راحوا على بيت أهلها الطالبان وأخدوها من البيت وطلعوا بيها الجبل وأطعوا الحكم كان بتاع الأمير أنه يقطع منخيرها وهدنها وهي حية كده ويسيبوها في الصحراء نشكر ربنا أنه وجدوها بعض الأمريكان أعتقد يعني مش فاكرة بالضبط احنا عملنا حلقة على موضوع عيشة ده في المرأة المسلمة قبل كده لكن حد وجدها وساعدوها وعاشت عيشة وقدرت تحكي قصتها وقدر العالم كله يشوف بشاعة إرهاب هؤلاء شرع إسلامي ولا مش شرع إسلامي بنفذوه صح ولا لم ينفذوه يعني طلع منهم بس حتة كده يعني زيادة ما كانش مفروض يقطعوا مناخير يعني منتو عندكم النبي نفسه عامل ناس وسبهم قطع أو صلهم علشان خاطر خدوا شوية لبن من البعير أو سرقوا البعير أو حاجة زي كده يعني وسبهم يموتوا وهم عمي ومقطعين وكده في الصحراء ويموتوا من العطش ما هم عملوا كده برضه ما هي نفس الفكرة برضه صورة أخرى شوف الصورة اللي بعد كده دي الصورة اللي بعد كده هي الصورة من صور الإرهاب يعني شوفي هم هيعدموا الست دي الستات دي كانوا بيعدموا ليه يتهموا بإنها زنت أو إنها على علاقة مع حد أو إنها كلمت واحد في التليفون مثلا يعني البنات اللي مش متجوزين كنا نشوفهم بيتضربوا بالكرباج كتير يعني مش عارفة أحكي أحط لكم كام صورة وكام فيديو عن الضرب والإعدام والحاجات اللي كانت بتحصل في الستات والضرب في الشوارع والكلام ده كله البنت اللي مش متجوزة تضرب بالكرباج واحدة من ضمن القصص الشهيرة يعني إنها كلمت حد في التليفون واحد بالتليفون جلدوها لكنها لو كانت متجوزة فكان ده اللي بيحصل فيها دي بقى إيه الإعدام في ملاعب الكورة ملاعب الكورة بقى مفيش كورة فبقوا يستخدموها في إيه في إعدام المخالفين والحكم دايما بيحصل في إيه يعني يعني ساعة يصدر عليها حكم ولا حد يشهد ولا محدش يشهد ولا أي حاجة إن صدر الحكم ماتت زيها زي أيام يعني دابة مثلا ماشية في الشرع مدايقاهم قتلوا خلص بس هكذا كانت حياة النساء في عهد الطلبان عشان كده الستات اختفوا من الشوارع عشان كده البرقع رجع ومشتقين يعني الناس عملا تدفع دم قلبع عشان يلبسوا برقع عشان ما يتضربوش في الشارع ولا يجلدوا ولا يهانوا ولا يقتلوا أصلا عادي كده شوفوا بقى الصورة اللي بعد كده دي صورة للنساء على أبواب الأمم المتحدة سنة 1999 إنها الستات يعني ملهمش مكان يروحوه مش عارفين يلجأوا المين متروكين في الشوارع ومعزبين والطلبان من المعروف إنه يجي يخبط على الباب مثلا لوحدة فقيرة هما ماشيين في رحلة ويقول لها اعملين لنا أكل احنا عشرين واحد يا عم أنا ما عنديش أكل إذا أنا ما عنديش حتى فرخة في البيت إذا ما عملتش الأكل يضربوها أو يعدموها ضرب لحد ما تموت مثلا قصة من القصص البيت الأم اتضربت لحد ما ماتت من كتر الضرب وبعدين رموا قنبلة في قوضة من القود ما هم مش عارفين في عيال ما فيهاش عيال ونجي بعض العيال وبقتهم لأ لأنها ما كانش عندها أكل تقدموا فيعتبروها مخالفة طبق الشريعة يا سيدي ماشي شوفوا الصورة البعد كده قادي بقى السيدات اللي كانوا بيضربوا بالسياط وشوفوا الرجالة اللي قاعدين الصورة دي هل كانت ندرة لا مش ندرة ده صور كتير لأنهم بمنتهى الجراءة مش بس بيصوروا ده بيصوروا فيديو بيصوروا صور لإرهاب النساء ليه كانوا بيصوروا حتى يرهبوا النساء والرجالة مش بس الستات هو أنت معاهم طول ما أنت ماشي على حسب اللي بيقولوه وعلى حسب رأي الأميرة على فكرة لأنه مش الأمر شورى بينهم ولا حاجة أوكي شوف يعني بص الرجالة كده قاعدين كل واحد حطت رجل على رجل لو قربنا الصورة شوية صدقوني هتلاقيهم مبتسمين كأنه يعني دي مش إنسانة حيوانة بتضرب وهو نفسه لو اتضرب بالكرباك ده مش هيستحب هكذا هو حكم الطلبان تتحول الساحات والملاعب والأماكن الترفيهية إلى ساحات للجلد والقتل الفيديو اللي جاي ده يعني يريد معلش لو الفيديو الصوت فيه عالي يريد توطيولي شوية على بالما علشان أنا هقول الترجمة أوكي الفيديو اللي جاي ده فيه مشهد صعب جدا لقتل سيدة اسمها نجيبة وحنتكلم بعد كده نعرف مين الست دي تفضلوا الفيديو ده بيوري نجيبة وهي بتنتظر قبل لحظات من قتلها بتبص كده لورا وبتشوف ان الراجل اللي بيصورها وهو بيصورها وبيكون هو آخر وجه ترى شوفوا بقى كام والناس بقى تهلل ورجالة بتكبر كام رصاصة الست دي اتحكم عليها في ساعة وكانت مظلومة دي مينة بقى من نفس القرية منها نجيبة كانت راح تهربت من الطلبان هي وأولادها السبعة بعد ما قتلوا جزها وسحلوها ضرب جنبه جنب جزته كده بتفكرني بصفية وقالت انهما كانوا حيقتلوني زي ما قتلوا نجيبة ومرتين أخدوني تحت تهديد السلاح علشان أقتل ولكن القائد قال رجعوها ورجعوها لي تاني بعد ما تضع طفلها يعني ده بيفكركم بحاجة ألاف ألاف القصص موجودة على الإنترنت لكن القصتين دول نجيبة أتلوا جزها وبعدين حد منهم الظهر كان عايز يعني يتهمها بحاجة وهي رفضت فأتلوها اتهموها وأتلوها وما كانش فيها أي إثبات إنما البنت دي بقى أتلوا جزها وبعدين حبوا يقتلوها يا كمان لأنها كانت معارضة للطالبان فما مقدروش يقتلوها لأنها حامل بنفتكر إيه من هنا يعني قال حيطبق شرع الرسول خليها تضع طفلها الأول عشان إحنا ننتفع به بقى وبعدين نبقى نقتلها حسب الشرع زي الست اللي رحت لمحمد وقالوا عليها زنت واللي هي قالت إنها زنت بقى القصة اللي بيحكوها دي وقال لها لا بقى رجعه هالي لما تضع طفلها ورجعت وقتلها دي ما عملتش حاجة هما بس قتلوا جزها وهي معارضة ليهم فكانوا هيقتلوها علشان خاطر معارضة ليهم المشهد وهما بيسحلوها كده جنب جزها بيفكرني إزاي صفية مشيت على حرف الحفرة اللي عملها محمد وقتل فيها سبعمائة إنسان من أهلها مين هما الطلبان دول مين اللي بيعملوا كده إرهابيين ولا مش إرهابيين العالم كله لازم يذكر ويتذكر إنهم إرهابيين مسلم إرهابي على حق هدفه يطبق الشريعة والقرآن وسنة الرسول على حق النهاردة لكل شباب اللي بيتكلموا بيقولك هل دول إرهابيين ولا مش إرهابيين إرهابيين يا أستاذ وإذا أنت هتسمع كلامهم ما تبقى إرهابي زيهم وهتبقى زيك زي وجدي جنيم اللي قاعد يسقف لهم ويقولوا مال ويعملوا وما يتفقوش ليه وما ياخدوش ليه وشاطرين وبرافو عليهم مش كده أدي وجدي جنيم مش بس كده اسمعوا بقى بعض الفيديوهات اللي طالعة من الكويت ومن السعودية ومن الشيوخ ومن قادة من أمراء بيقولوا برافو كويس كويس حطوا أمريكا أو أي دولة غربية أنتوا عارفين أنا ما بتكلمش في السياسة بالنسبة للناس دي حطوا الدولة الغربية اللي كانت حامية الناس وديت لهم بعض الحريات يعني هكلمكم عنها دلوقتي حطوا ده في الميزان قدام الإسلام وأمام الناس الألاف مئات الألاف الناس اللي قتلوا واللي جرحوا واللي ماتوا يعني تحت هذا الحكم الإرهابي لأن الطالبان حابة تطبق الشريعة خليني أقولكم مين هما الطالبان ودي مهمة على فكرة مش هقولكم حاجات كتيرة عنهم لكن عايز أقولكم بعض الحاجات المهمة جدا النشأتهم كانت في سنة 1994 على 99 الستات كانوا وقفين بالطوابير قدام مبنى الأمم المتحدة عشان يخلصوا منهم يعني يا دوب لكن النشأتهم الأولى على يد المولة محمد عمر مجاهد والمفروض أنه هو كان عايز يقضي على الفساد الأخلاقي والمشاكل الموجودة في السلطة في الوقت انتماءهم العرقي هم من القومية البشتونية اللي بيرتكز معظم أبنائها في شرق وجنوب البلاد وبيمثلوا حوالي 38% من تعداد الأفغان الإطار الفكري الديني بالنسبة لهم ده مهم لازم تفهموا أنها حركة إسلامية سنية بتعتنق المذهب الحنفي وبتعتبر الحكم الشرعي في مذهبها حكم واحد لا يحتمل الأخذ والرد ومن ثم يصبح تنفيذ أحكام الشرعية لدى طلبان حتى وإن كانت هناك مذهب أو أراء أخرى تخالفها واجب ديني لمفر منه دول ما عندهم شرائي تاني دول ما عندهم ش دكان وسوبر ماركت زي اللي بيحصل في بقية المذاهب دول عنده واحد بس هو ما عندهش غيره النقطة الهامة الأخرى أنه الحركة دي بتعلم أفراد الحركة في المدارس الدينية الدايوباندية يعني نسبة إلى قرية الدايوباند في الهند وأنه أنهم اتأثروا بالمنهج الدراسية لهذه المدارس اللي انعكس أسلوب التدريس فيها عليهم المدارس دي ركزت على العلوم الإسلامية التفسير والحديث والسيرة فكرنا بحاجة دي أظهر كده مثلا وإضافة إلى بعض العلوم العصرية اللي بتدرس بطريقة تقليدية قديمة المهم أن الناس دي بيروحوا من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والعليا والتكملية وفي الأخير يقضي الطالب عاماً يتخصص فيه في دراسة علوم الحديث وتسمى دورة الحديث وبعد كده الطالب ده اللي هو مجموعه جمعه جمع طالب هو بلغتهم طلبان دول دول بيتخرجوا في منهم بيتخرجوا فيبقى اسمه ملة أو مولوي ويبقوا معلمين وفي منهم بيفضلوا طلاب إذا ما تخرجوش يعني دول ده كل اللي تعلموا الدين وفي الآخر ياخد لك سنة بحالة يدرس فيها الحديث يا جماعة ده مشابه تماماً للي بيعملوا الأظهر بس بطريقة شيك المدارس الأظهرية اللي بتربي الطلاب ولو إنهم برضو بيدوهم يعني الحساب والعربي والعلوم والأحياء والكلام ده كله لأن ده مقرر عليهم من الدولة هناك ما فيش دولة بيعملوا اللي على مزاجهم والناس مش متعلمة لكن إحنا عندنا ده موجود بس مغلف بشكل إنه إحنا بنتبع الدولة بس الدين أهم ويطلع الطالب الأزهري اللي بينهم طلع ناس راحوا مع القاعدة ومع الطالبان مشبع بهذه الأفكار السوداء السامة خليني أخد مكالمة معنا الأخت في الريال أهلا بيك يا في الريال تفضلي الأخت أماني السلام ونعمة المسيح معاك يا عزيزي والربي بارك وحافظ عليك شكرا أختي العزيزة طالبان عاد مرة أخرى إلى أفغانستان ورح يطبقوا الشريعة الإسلامية اللي هو الإرهاب الفكري والثقافي والإرهاب الاجتماعي والجسدي والإرهاب ضد المرأة ومهما ما جملوا وقالوا الشريعة هي هاي نفسها الإرهاب إرهاب في إرهاب لكن يا أختي العزيزة أماني ما معرف الرب وضع على قلبي بالروح القدس أنه حيكون نهضة أمين حيكون نهضة كبيرة في أفغانستان وفي دول إسلامية أخرى أمين لأن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله فاللي تحد الشريعة الإسلامية وظلم الشريعة الإسلامية تصير حيقبلون الرب يسوع المسوع له كل المجد أمين وهو اللي راح يحرر من شريعة الشيطان وكل شيء ممكن عند الرب يسوع المسوع له كل المجد لا يعثر عليه أمر أمين لأنه هو يحب الإنسان ومات من أجله ويريد خلاصه وإحنا نصلي من أجله أما اللي فرحانين برجوع طلبان فأنا أقترح علي مخلي نشدون الرحال ياخذون عوائلهم ونسائهم وبناتم وخواطم والرحون ينشون في أفغانستان وتحت قوانين الشريعة الإسلامية أفضل لهم أشكرك أختي العزيزة والرب يباركي وحافظ عليكي طب يا فريال أنا بس عايزة عايزة أقول لك حاجة أن الوضع على قلبك الرب النهاردة ده موضوع على قلبنا إحنا أيضا كقناة الحياة وعايزة أقول أنه يعني أنا أنا محضرة في آخر الحلقة هنأخذ آخر عشر دقايق نقول إحنا بنعمل إيه وإنتوا ممكن تعملوا إيه لأنه يعني أي حاجة الشيطان بيضعها كعقبة في الطريق ربنا حيستخدمها لمجد اسمه وإحنا متأكدين وعلى فكرة أفغانستان فيها عابرين وعابرات كثيرة كثيرين هتكلم عنهم كمان بعد شوية وهنقول لكم إيه اللي بيحصل معاهم ودعوة للكل إن إحنا لا نبقى صمتين إحنا لازم نصلي لازم نبعث مساعدات لازم نحضر نفسنا للناس اللي جاية في الدول الغربية علشان يعرفوا الرجاء الحقيقي يسوع المسيح أمين يا فريال أشكرك أشكرك جدا أماني أنا دائما أصلي القناة الحياة وكل العملية والخدام شكرا رب يبارك الجميع ويباركك يا حبيبتي وإنت يعني غلي علينا كلنا أشكرك من كل قلبي أشكرك حبيبتي طيب ليك المجد يا رب خليني خليني أقول آخر حاجة كنت حب أقولها لكم عن تنظيم الطلبان بيقولوا كده أنه التنظيم لا يتمتع لا تتمتع حركة طلبان بتنظيم قوي فليس عندها هيكل إداري واضح ولا لوائح تنظيم شؤونها الداخلية وبرامجها ولا برامج لتربية أعضاءها ولا حتى بطاقات عدوية توزع على الأعضاء فمثلا مجلس الشورى يقولك أنه ما فيش مجلس الشورى عدد ثابت أو أعضاء معينين وإن كانت في بداية تشكيلوا أعلنوا أنه بيضم سبعين لكن برضو مفتوح للجميع ما له الشكل بيقول كده تعد كل القيادات المعروفة داخل الحركة أعضاء في هذا المجلس ولا يوجد أعضاء محددين النقطة دي مهمة ليه ممكن تقروا عنها أكتر وعن التنظيم بينظم نفسه إزاي هؤلاء اللي بيقولوا أنه هم سيقودوا دولة أفغانستان إلى ما هو أفضل بالنسبة لهم مش عارفين ينظموا جوه نفسهم هم مين الرئيس على مين ولا مين اللي ماسك إيه فدول هينظموا دولة إزاي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وإحنا بنتكلم في الموضوع ده إحنا عارفين إنه سقوط كابول كان يعني أو غالبا فيه فيديو ناقص اللي بتجري نحية المطار والناس اللي بتجري نحية الحدود والهلع اللي حصل عند الشعب هم بيقولك إن الشعب استقبلنا يعني بسلام لكن ده مش واضح إنه سلام أبدا اللي حصل ده مثلا قادي المطار الناس اللي مويت تروحها اللي اداسوا واللي تبهدلوا واللي ماتوا علشان خاطر يهربوا من هذا الجحيم ما كانوش مرحبين بقى قوي ولا حاجة يعني يعني الكلام اللي بنسمعه ده كلام فاضي دول اللي هيقعدوا في القصر الرئاسي ودول اللي هيحكموا البلد وهم نفسهم ما عندهمش تنظيم داخلي نشوف بقى الفيديوهات اللي جاية هنشوف بيها طالبان والوجوه المتعددة ليه لازم إن احنا لا ننخدع وأنا متأكدة إن الحلقة دي هتترجم والناس هتسمعها حتى داخل أفغانستان لإنه مش لازم ننخدع في الصورة اللي موجودة أمامنا ومش لازم العالم ينخدع إن دول هيقدروا يعملوا دولة ثم أهدافهم دلوقتي من الصورة اللي ظهرين بيها دي إنهم ياخدوا دعم مادي من دول الغرب فاللوقتي عندك مقايدة إن إبعت لنا دعم مادي وإحنا ما نبعتش ما نخليش الناس تروح لك لإنه الناس عايزة تهرب فالدول تفضل الدول الغربية تفضل إنها تبعت لهم دعم مادي لمنظمة إرهابية على إنهم ياخدوا مهاجرين كثيرين أنا بصلي إنه كل من يستطيع النجاح من هذا البلد يخرج ويجد حياة ويعود إلى بلده فيعيد تنظيم الأمور في بلده مرة أخرى وإنه ربنا ينقذهم خلينا نشوف بقى الوجوه المتعددة للنازل بتقول كده ده في عدد كبير من جروض الطالبان وقفين ورانا وشايفين السفارة الأمريكية ورانا هم مسكين أسلحة الأمريكان في قديهم هم وقفين القائد بقى بيقول كده ما تخافوش كل حاجة هتكون على ما يرام ما تقلقوش وبعدين يبتدوا يهتفوا بس بيهتفوا إيه بقى بيهتفوا الموت لأمريكا الله أكبر الموت لأمريكا فبتقول المزيعة بيحاولوا انهما يكونوا لطفاء معانا وده حاجة غريبة جدا ولكن في نفس الوقت هم بيقولوا الموت لأمريكا شيء غريب ولكنه هذا هو الوجه الحقيقي للطالبان بيقولوا حاجة ولكن بيعملوا حاجة تانية خلينا نشوف اللي هيحصل بقى المزيعة دي مزيعة شجاعة جدا في سينان وبتقول انها بتسألهم يعني اسئلة مهمة جدا وما كانتش خايفة هي بتتكلم معها تقول بقى التمييز هيبتدي بقى ضد الستات ازاي بتقول روح الترحيب اللي تقابلنا بها ما دمتش طويلا يعني الظهر ان حضور يسبب قلق وقالولي واقف كده على جنب عشان انت امرأة هي دي نسختهم من الاسلام والان سيطبق القانون الاسلامي وشوفنا انه هناك العديد من الناس بدأوا يعدوا لذلك لان محلات الكوافرات مثلا اللي عليها صور الستات غطوا دهنوا فوق صور الستات دي هنشوف بعد كده يعني الحقيقة كان فيه صور وفيديوهات كثيرة للامر ده وصور الستات على محلات الكوافرات متغطية ده بيقولك ايه انه العشرين سنة اللي فاتت الدنيا تفاتحت وبقى فيها كوافرات للستات وبقى فيه صور ستات وبقى فيه مزيعات بيطلعوا على التلفزيون الافغاني يعني وكان فيه هناك حرية للستات كان فيه بنات بتروح المدارس وبتتعلم ودخلوا الجماعات ما حصلتش ما حصلتش من ايام يعني الملك اخر ملك كان موجود شايفين الصورة دي بقى بعض المحلات هم اللي غطوا الصور الناس نفسهم عشان عارفين انك طلبان هيجي يروح مداشدشه فالشعب نفسه طلع يغطي الصور عشان يخلصوا من الارهاب والبعض الاخر لا طلبان نفسه كان واقف بيدهن ويشوه الصور اللي بالشكل ده الصورة دي صورة لازم توريك انها صورة شيطانية ضد المرأة يعني حقيقي دي الصورة اللي بيحطها الشيطان دي المرأة انها شيء لازم يختفي يشوه وده العمل اللي بيعمله الافغان وانا بحضر الحلقة دي وبشوف رعب الناس وهي بتجري وهي بتستخبه وهما بيشتروا البرائع والستات اللي اختفت من الشوارع افتكرت كده لما محمد قال انا نصرت بالرعب لمسيرة شهر هو كده اللي يشم ريحة النجاي يترعب هو قال عن نفسه كده الهه نصره بالرعب من ينصر بالرعب هو الشيطان ولا غيره امين ربنا يخلصكم من الرعب ومن الخوف ومن يد الشيطان المسيطرة على يعني البلد دي والله يزور الطلبان نفسهم بمحبته خليني اخد مكالمة الاختهد السايح الو ايوه سلام المسيح اهلا اهلا يا امان ازايك يا اختهد ازاي الحمد لله واحد ثاني حبيبتي بتداني سانكي يا روحي سانكيو انا سعيدة جدا النهاردة بالحلقة بتاعتك ذي اشكرك لانك بتهتمني يعني الامر بتاعة الساعة نشكرا النهاردة افغانستان وقعت افغانستان كلنا حزنانين لانه في بلد وقع للارهابيين للارهاب وطبعا احنا بنحس بالشعب يعني انا فاكرة ايام ما حصل في مصر عندنا حكم الاخوان وطبعا ما كانتش حكم عادل ابدا نعم وكنا كلنا بنصلي كلنا اشتركنا في الصلاة من اجل مصر واخدت معنا سنة لكن نشكر الله انه اللي تدخل لها فهمت نعم فهمت ايوة امين رحبنا يستخدم ده صحيح للنظام القاسي نعم صحيح انا عايز اقول يا ريت ان قناة الحياة وكل القنوات المسيحية تبتدي تترجم البرامج بتاعتها اللي بتكشف عدو الله بتكشفه بتكشف النور وبتكشف الحق للاشخاص تبتدي تعلن وتقدم البرامج بتاعتكم دي باللغة الافغانية عمين اتمنى انه البرامج دي تترجم للافغاني اتمنى انه كل الافغاني المشاهدين بيسمعونا ليقدر يترجم وليقدر يكون يساعد في الامور دي احنا بنرحب بدا طبعا لكن انا يعني بشكرك جدا على تشجيعك وتذكرنا بموضوع الاخوان وازاي ربنا اتدخل ودي فعلا حاجة مهمة جدا في اخر الحلقة واتمنى ان انتوا تلاقوا من انتوا بتقولي انه في عابرين من الافغاني ياريت تلاقوا حد من العابرين ييجي ويعمل برامج يعملوا برامج افغانية امين طيب انا انا هقول بعض الاخبار في يعني القناة بتقوم بي في الموضوع ده في اخر الحلقة بإذن ربنا بشكورك جدا على تشجيعك وكملوا تسلوا من فضلك شكرا ربنا معي ومعك طيب طيب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده الموزيع بتتكلم بقى مع الرؤساء او القادة بتوع الطالبان الكام فيديو اللي جايين دول مهمين بتقوله بقى ايه في ناس كتير قال انا انه اذا حكم الطالبان مش هيدي حقوق للنساء ازاي حتضمن حقوق النساء فردوا الاسلام اعطى حقوق للجميع احنا هنعطيهم ما اعطاهم الاسلام تسيبنا صلاة النبي فدردوا هندي ستات اللي ادهالهم الاسلام الصورة دي بتوريكوا انه جنب المدرسة او جنب الجامع في مدرسة مدرسة اسلامية للبنات والمدرس بيقول انهم بيدرسوا هناك دين فقط للبنات وهي سألت بعض ستات اللي كانت يعني قاعدة معاهم بتقول لهم هل بناتكم هيدخلوا المدارس فقالولها لأ طبعا طلبان قال لنا انه ده شيء سيء جدا ان البنات يدخلوا المدارس هم بيقولوا انهم هيدخلوا البنات المدارس ولكن ما فيش مدارس للبنات البنت بعد البلوغ يعني فيزيكلي ما فيش فعل بالفعل مدارس للبنات والبنت بعد البلوغ مش ممكن تدخل مدرسة فيها مختلطة فيها سبيانو وده يعني إنها مش هتدخل مدرسة مختلطة فيها سوبياني يبقى لازم يعملولهم مدارس إعدادي وسنوي مش بس كده ده لازم يعملولهم جامعات لوحدهم كمان ده غير بقى إنه القانون دلوقتي بقى هناك إن البنت لما تبقى 12 سنة لازم تتجوز ويقال الآن أنا ما عنديش تأكيد على ده إنه أمر صدر من قادة الطلبان إنه كل البنات اللي عندهم 12 سنة لازم يتجوزوا بالأمر أنا ما عنديش دليل على ده كافي لكن هي يعني كتبت في عدة جرائد وأنا مش متأكدة منها أنا بحاول إن أنا أديكم دايما المعلومات اللي بنكون متأكدين منها خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده برضو بيتكلموا في موضوع الستات بتقوله إذا القائد بتقوله إنت زي هتحموا الستات هل هيسمح لهم بالعمل بالدراسة وكده فقالها الستات يقدروا يواصلوا ممارسة حياتهم ويروحوا المدرسة وكل حاجة والعمل لكن حسب الشعر فقالت له إزاي يعني قال لها لازم يروحوا بالحجاب الإسلامي فقالت له زي كده وأنا لابسة حجاب قال لها لأ مش زيك لازم يغطوا الوجه لإن ده الشعر طبعا ده برضو كذب لأنه يعني إذا كان مفيش مدارس وإذا كان مفيش كليات فهما مش يقدروا يروحوا المدارس والكليات وإذا البنات اتجوزوا وهم عندهم 12 سنة لناس من الأشكال دي مش هيقدروا برضو يكملوا ولا يشتغلوا ولا يعملوا حاجة وهتكون برضو هي هي نفس الحكاية اللي من أكتر من 20 سنة حصلت خلينا نشوف بقى نسمع الدكتور محمد بيتكلم بالعربي بقى اللي هو الفيديو اللي بعد كده حيكون مقابلة يا دكتور محمد مجلس الأمن منذ قليل طالب بحكومة تضم الجميع في أفغانستان وتضم النساء أيضا هل توافقون؟ نحن عندنا هناك مبدئان أساسيان لجميع ما نقوم به من الأمور الأول هو مبادع الشريعة الإسلامية والثاني أن منافع ومصالح بلدنا العليا في ضوء هذين الأساسين إن شاء الله تكون هناك أي مشكلة ونحن نريد أن لا نحتكر للسلطة نريد أن يكون أبناء شعب الآخرون أيضا معنا هل ستضم الحكومة نساء يا دكتور محمد؟ أنا ذكرت لكم الكلام بأننا هذه الأمور كلها سندرسها في المستقبل لما الآن فنتعرفون بأن الوضع يختلف جاهز الظروف على غير ما كان يتوقع فلذلك الآن الأمور تختلف والوضع أيضا يختلف هو زح أنه هو نفس وضعه مختلف يعني أنت رايح تقول للناس إيه على الهوى أنا وضعي مختلف وكأنه مثلا الطلبان هما اللي تفاجئوا أنهما مسكوا البلد يعني وده ما كانش مخطط ولا ما كانش في توقعاتكو بس ده بيقول لك بردو أن اللي أنا قلته لكم في الأول أنهم تنظيم غير منظم ما عندهمش آليات القيادة لكن هو حيمشي كل حاجة حسب الشرع فقول لي بقى حسب الشرع الستات هيكونوا جزء من الحكومة ولا لأ يعني ما أفلح قوموا نولوا أمرهم امرأة طب إزاي بقى يعني إزاي ده هيحصل هتشتغل إيه هتشتغل الطباخة مثلا في مجلس الشورى ولا مجلس الأمن مش فاهمة يعني هتشتغل إيه في حكوماتكو الستات إذا كنتوا عايزين تمشوها حسب الشرع الإسلامي دي مواجهة حقيقية لنا لأننا نعرف أنه عندما يطبق الشرع الإسلامي هكذا يكون الوضع عندهم حاجة يعني مزودينها شوية ولا مش مزودينها شوية في اختلافهم مع بعض المذاهب ولكن المصدر واحد خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده بس خليني أقول حاجة قبل ما نشوف الفيديو ده ده الشكل العام للحكومة هيبقى شكلها إيه ودول ممثلين الحكومة هو عارف يلف العمى كويس قوي لكن ما هوش عارف يرد على أي سؤال وضعه مختلف وهو وضعه مختلف من كل ناحية كلهم كده كل واحد من اللي قدمته لكم النهار ده قال إيه حسب الشرع الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية طب إيه يعني النتيجة إيه النتيجة صفر اللي حنشوفه بقى دلوقتي هو نتيجة الهلع والرعب من حقيقة من هم الطلبان وما هي الصورة الحقيقية للحياة تحت الشرع الإسلامي الفيديو ده يعني أنا هشرح لكم إيه اللي بيحصل فيه فيه تقريبا يعني محاولات لأنه الناس اللي معاهم تصريحات بركوب الطيرات والصفر مثلا لأمريكا لإنجلترا كلهم من جنسيات مختلفة موجودين والزباط وقفين بيحاولوا إن هم يساعدون دي مهم إنسانية صعبة جدا بيقول ألاف من الناس بيحاولوا الهرب جنسيات مختلفة لغات مختلفة لكن ليس الجميع يدخل الراجل اللي كان واقف ده مع أطفال معهوش أوراق صحيحة وحيمشي هيرجع تاني هيرجع تاني عشان يواجه الإرهاب الطالباني الناس بتجذب وتقول إنها معها أوراق بس هي معهاش أوراق فالزباط الموجودين بيحاولوا إن هم يدخلوا أكبر أعداد من الناس اللي كانوا بيساعدوهم ممكن لكن في بعض من الناس دي ما بينفعش إن هم يروحوا لإن أوراقهم مش مظبوطة وممكن يكونوا بيجذبوا كمان ولكن في البعض قدروا إن هم يدخلوهم حتى ولو ما كانش معاهم أوراق لإنها كانت مهمة إنسانية الراجل ده ما نفعش ماشي وأنا حبيت إن أنا حطه علشان تشوفه دول يعيشوا يا ما يعيشوش أو يعيشوا هربانين داخل أفغانستان طول عمره مأساة مأساة توجع القلب أما فاطمة بقى فاطمة وبنتها جزء إرهابي رسمي وهي هربت وكتبت للحكومة قدروا إنه جزء إرهابي فقالت لهم أروح في أي حتة فرنسا أمريكا أي حتة مش مهم بلد أكون حتى تعرف اسمها عايزة تروح أي حتة هي هربت منه لإنه كان إرهابي طلباني فاطمة كانت محظوظة جدا لإنه الزابط بصيلها وهي حتى ما عاش أوراق كده وقال لها طب تعالي وهنحاول نحطك على لستة وفعلا حطوها على لستة وفعلا فاطمة قدرت تدخل لكن مش الكل قدر يدخل زي فاطمة عايزةكم بس تبصوا للمشهد اللي جاي هي مش عارفة هتدخل ولا لأ لكن ربنا سمح لها شوفوا هي بتسمع بتقول لها أنت في أمان أنت في أمان فرصة حياة فاطمة جالها فرصة حياة أنا بصلي من أجل كل الموجودين إن الله ينقذ البلد دي عشان يقول لكم فعلا فرصة حياة الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو صعب لأنه الحقيقة الناس اللي احنا شايفينهم دول كانوا ممكن يضحوا بنفسهم حتى الموت علشان خاطر يعني يلاقوا فرصة حياة لأنه ما عارفين إنه في الآخر حيموتوا برضو فالفيديو اللي جاي هتشوفوا فيه مين هو الراجل اللي وقع من الطيارة ده واسمعوا كويس الموزيع بيقول إيه مشهد خطف القلوب سقط الرجل من الطائرة فوق سطح بناية في المدينة التي اكتسحت أخبارها كل المنصات والشاشات ووسائل التواصل والإعلام لنعود إلى مشهد الطائرة لنعرف أن الشخص الذي سقط من الطائرة هو الطبيب محمد فين وعمره 22 سنة تزوج منذ عام فقط تعلق بجناح طائرة كانت قيد الإقلاع والحقيقة تعلق بأمل في حياة جديدة وما بين السماوات والأرض طارت روحه محلقة بينما هو جسده إلى الأرض التي لم يرغب في البقاء فيها أرض ربما لو تسلحت بالعلم والقوة ولو تمسكت أفغانستان بتقاليدها السمحة دون الشرود بعيدا عنها لما انفلتت يد محمد فينة ليسقط بأحلامه صريعا على أرض بلاد معلنا نهاية حلم قصة هذا الطبيب الشاب اللي لسه متجاوز بقاله سنة أنا مش قادرة أتصور إنه طبيب يعمل كده في نفسه إلا إذا كان قاصد فعلا إنه يعمل يعني هزة في المجتمع عشان الناس تعرف مدى الألم أو لأنه فقدت الرجاء تماما وكان أسهل ويتعلق في طيارة ويطير ويقعد داشدش عن ما يعيش في وسط هذا الإرهاب الإنساني والفكري والديني وبكل الأشكال كلمت كتير عن طلبان النهاردة بس النهاردة دلوقتي الرسالة دي موجهة للجميع الحقيقة إنه كان فيه أوقات كتيرة سمعت فيها في الأيام اللي فاتت إنه فيه ناس من المهاجرين حتى في الدول الغربية بيقولوا إحنا برض يعني ليه ناخد مهاجرين تانين طب افردوا إنه الناس دي منهم إرهابيين نعمل إيه إحنا هندخل في الدول الغربية الناس من أفغانستان ليه ما يمكن يكونوا طلبان برضو أنا عايز أقول حاجة إنه إحنا يعني عندنا مسئولية من الناحية الإنسانية على الأقل من الناحية الإنسانية من الناحية الإنسانية من ناحية أخوك الإنسان تجاه إخواتنا في الإنسانية إزاي نشوف دوما نتحركش ومن ناحية المسئولية الروحية بقى فأنا بتكلم يعني للكنيسة والمؤمنين وبتكلم للناس اللي هم أيضا يعني مهاجرين وانت وانت كنت في نفس الموقف ازاي ما تفتحش بابك لحد يكون محتاج من ناحية الكنيسة الخوف من القادمين مش كتابي لانه ربنا بيقولك انه هو بيضع في طريقك الناس المحتاجين يسمعوا الكلمة فيمتلقوا بالرجاء اللي الرب يسوع الوحيد بس هو اللي يقدر يملاهم به شفنا ناس فقدين الرجاء تماما فقدين الامل في الحياة تماما وانا وانت كنا في يوم كده وانا وانت اللي ادينا الرجاء هو يسوع المسيح عايز اقول لكم ان الرب يسوع لما حكى قصة السامري الصالح كان بيتكلم عن انه انت سامري وده يهودي ساعد كان بيقولك ساعد الغريب ساعد عدوك ولما تكلم عن الجار ولما قالك انه احب جارك كنفسك كان بيكلمك برضو عن اخوك واختك الافغانيين اللي جايين محتاجين في البلد دي ولما الكتاب بيقول عنه انه هو نفسه جاء غريبا في وسطنا واننا ايضا غرباء في هذه الارض وعندما يعلمنا الكتاب ان نضيف الغرباء لاننا لا نعلم اذا كنا بنضيف اذا كان الانسان بيضيف في وسط ملائكة واحنا وهم لا يعلمون احنا جميعا غرباء في هذه الارض وجميعا نعاني نوع من انواع نوع او 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 يعني او اخر من المعاناة علشان كده انا بصلي ان احنا نقوم بعمل وعمل حقيقي كل واحد فيكم عنده مسئولية تقوموا بعمل حقيقي ونضيف لمساعدة الناس دي ونضيف الناس نفسهم ونبارك ونعتني بالغرباء بدلا من رفضهم خليني اشارككم اللي احنا بنقوم بيه كقناة الحياة النهاردة والحقيقة انا يعني سعيدة ان انا يعني اشارك ده معكم ونفتح لكم المجال انكم تشاركوا فيه كل واحد منكم ممكن يشارك معنا ويبتدي او يبتدي عمل هو بنفسه واحنا برضو نساعد زي ما الرب يضع على قلوبكم لكن ما تقفوش مكتوفي الايدي يوم التلات الماضي احنا كان عندنا اجتماع صلاة من اجل افغانستان خمسة وعشرين الف نفس اشتركوا معنا في الصلاة كل حاجة تبتدي بالصلاة حتى لو ابتديت بالصلاة اعمل اجتماع صلاة من اجل الناس دي وشوف ربنا يقود كل ايه الحاجة التانية عايزاكوا تعرفوا انه في عدد كبير من العابرين في افغانستان وده خبر جيد جدا لكنهم برضو في موقف صعب جدا وفي موقف خطير جدا معظمهم من الشيعة والشيعة يعني حتى ولو ما كانوش يعرفوا انهم عابرين فلانهم شيعة فهم ممكن يقتلوا على الهوية كده لانهم شيعة ولكن ما بالك ايضا بالعابرين النهاردة سمعت خبر انه الطلبان بيفتحوا تليفونات الناس ولو شافوا في انجيل على التليفون بيقتلوهم معرفش مش متأكدها من الخبر ده ولا لا لكن سمعتوا انهاردة الصبح مكتوب في جريدة برضو احنا بنتواصل مع العابرين اللي موجودين داخل افغانستان النهاردة المعروفة عندنا ان احنا عندنا من خمس تلاف لثمن تلاف عابر وعابرة بنتواصل معاهم ودي ده دي دي حاجة كبيرة انه عندنا الرقم ده لان دول هيكونوا بذرة الايمان والرجاء في وسط البلد دي احنا ايضا على تواصل مع قناة افغان تي في المسيحية وهنساعدهم على انتاج برامج اكتر واي تقنيات يحتاجوها قناة الحياة ايضا بتعد انه يكون عندنا انجيل بلغة الباشتون والداري علشان نكون جاهزين لاهدأها للاجئين اللي حيكونوا دخلين الغرب ويكون المسيح بقى والكلمات الشافية البناءة مصدر الرجاء والحياة الجديدة ليهم في الغرب ومصدر للامل اي كنيسة محتاجة يكون عندهم افغان لو سمحتوا اتصلوا بينا او رسلونا على صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او على كل صفحاتنا واحنا الايميل مكتوب كمان على الشاشة تقدروا تكتبولنا واحنا نحب نساعد اذا كان عندكم افغان اكتبولنا على صفحة قناة الحياة احنا لازم نكون مستعدين زي ما ساعدنا اخواننا العراقيين والسوريين وحضرنا نفسنا ليهم لازم نعمل كده برضو لاخواننا الافغان دول مسئولية وبركة الرب بعثها لنا علشان نتبارك ان هما يكونوا شركاء في الايمان ايضا وفي فرح المسيح والرجاء اللي ممكن يعطيه هو وحده انا عايز اقول كل المجد للرب يسوع صلوا من اجلنا صلوا من اجل العابرين في داخل افغانستان ايضا صلوا من اجل الشعب الافغاني صلوا من اجل طلبان الرب يسوع يمكن ان يتراء باعجاز في كل مكان وفي اي وقت ويكون هو الشافي لهذه الارد اشكركم على المتابعة والى اللقاء في الحلقة القادمة